بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي من مقرر مقاومة المواد واختباراتها معكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نشرح في هذا الفيديو المسألة رقم 2 من المحور الخامس الذي بعنوان Thin Wallet Pressure Vessels الخزانات المضغوطة ذات الجدران الرقيقة معطيات المسألة كالآتي A cylinder of internal diameter equal to 2.5 meters and of thickness equal to 5 centimeters contain a gas If the tensile stress in the material is not exceed 80 newton per millimeter square or mega pascal So the question is to determine the internal pressure of the gas P طبعا المسموح به هنا maximum permissible stress أو allowable stress is equal to 80 newton per millimeter square دائما وأبدا نقارن circumferential stress or the hope stress اللي هو أعلى stress داخل المaterial داخل السيلندر بالallowable stress أو permissible stress equal to 80 newton per millimeter square قانون السيجما 1 اللي هو circumferential stress or hope stress هو يساوي P ضرب D تقسيم 2 ضرب T أو سيجما 1 تساوي PR على T لكن هنا المعطيات بالقطر فنستخدم هذا القانون نسحب P P تساوي 2 ضرب T ضرب السيجما 1 اللي هو permissible stress or circumferential stress مقارن بالمسموح به 80 ميجا باسكال تقسيم القطر الداخلي للسيلندر وهو D يساوي 2 ضرب 5 الثيجنس ضرب 80 ميجا باسكال تقسيم 2.5 سنتيمتر طبعا هنا لا بد من توحيد الوحدات هذه بالمتر وهذه بالنيوتن على مليمتر تربيع والخمسة هذه بالسنتيمتر فيفضل تحويل كل الوحدات إلى المليمتر الخمسة هذه نحولها إلى المليمتر فتصير 50 والـ 2.5 ميتر نحولها إلى المليمتر أيضا بتصير 2500 حتى نتحصل على الناتج بالميجا باسكال أو بالنيوتن على مليمتر تربيع وهي 3.2 فالضغط الداخلي للسنتيمتر في هذه الحالة يساوي 3.2 ميجا باسكال الحساب بعد توحيد الوحدات ضروري هنا نوحد الوحدات